اشتركوا في القناة جزاء بما كانوا يكسبون يحرفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدروا أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربس بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله عليم حكيم ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وسنوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله رحمته إن الله وفور رحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنشار والذين اتبعوهم في ساعة العسرة من بعد ما كان يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عنهم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنشار والذين اتبعوهم بإنسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم ومن من حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم خذ من أموالهم شدقة تظاهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم في الناس ولا تكسكن لهم الله سميع عليم ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الشدقات وأن الله هو التواب الرحيم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم رسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الويب والشهادة فيربيكم مما كنتم تعملون وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم الحكيم والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرشادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفون إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم نكذبون لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتظهروا والله يحب المظاهرين أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله وليضوان خير أم من أسس بنيانه على شفاجر فينهار فنهار به في نار جهنم والله لا يهدي الغوم الظالمين لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم التائبون العبدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآميرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربا من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم الأواه الحليم وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم إن الله له ملك السماوات والأرض يحي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نشير لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا مرجع من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الشادقين ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يشيبهم ضمأ ولا نشب ولا مخمشة في سبيل الله ولا يضعون موض أن يغيضوا القفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل شالح إن الله لا يضع أجر المسنين ولا ينفقون نفقة شغيرة ولا كبيرة ولا يقضعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون وما كان المؤمن لليغفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غرضة واعلموا أن الله مع المتقين وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرضوا فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون وإذا ما أنزلت سورة النظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحد ثم شرفوا شرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليهم وعنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن دولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكرت وهو رب العرش العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لا أرى تلك آية الكتاب الحكيم أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ما من شفع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعدون يجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقصد والذين كفروا لهم شراب من حبيب وعذاب أليم بما كانوا يكفرون هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدة السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات القوم يعلمون إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض الآيات لقوم يتقون إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا وضمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم والنار بما كانوا يكسبون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنة النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين ولو يعجل الله للناس الشرس لعجالهم بالخير لقضي إليهم أجالهم فنذروا الذين لا يرجون لقاءنا في طويانهم يعمون وإذا مس الإنسان الضر دعنا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره من ركأ لم يدعونا إلى ضر مسه كذلك الزين للمسرفين ما كانوا يعملون ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجز القوم المجرمين ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء نأتي بقرآن الويل هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من دلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يحاء إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذب يوم عظيم قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون فمن أظلم ممن افتر على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا ولولا كلمة سابقت من ربك نقضي بينهم فيما فيه يختلفون ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد الضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرعوا مكرا إن رسولنا يكتبون ما تمكرون هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح ضيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاخترض به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض الزخر فهوزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فاجعلناها حشيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات القومية فكرون والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم للذين أحسنوا الحسن وزيادة ولا يرهقوا وجوههم قدر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمتنها وترهقهم ذلة ما لهم من الله من عصم كأنما أوشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ويوم نشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغفنين هناك تبلو كل نفس ما أتلفت وردوا إلى الله مولاهم العق وضل عنهم ما كانوا يفترون قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تشرفون كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده فأنا تؤفكون قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون وما يتبع أكثرهم إلا ظنى إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افترى قل فأتوا بسورة مثله وادعوا استوضعتم من دون الله إن كنتم صادقين بل كذبوا بالحق لما جاء بل كذبوا بما لم تحيطوا بعلمه ولما يأتيهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عقبة الظالمين ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريءون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الشم ولو كانوا لا يعقلون ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبشرون إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بنقاء الله وما كانوا مهتدين وإما نرينك بعض الذين عيدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقصد وهم لا يظلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لا أملك لنفسي ضر ولا نفع إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون قل أرأيتم إن أتاكم عذابه باية أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون أثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون ويستنبئونك أحقه قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لفتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقصد وهم لا يظلمون ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون هو يحيي ويميد وإليه ذن يعون يا أيها الناس قد جاءكم معذة من ربكم وشفاء لما في السدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فاجعلتم منه حراما وحلالا قل آي الله آذن لكم أم على الله تفترون وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ولكن أكثرهم لا يشكرون وما تكون في شأن وما تتروا منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقل ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع والعليم ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرسون هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك الآيات لقوم يسمعون قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقودون على الله ما لا تعلمون قل إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاعا في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون واتلوا عليهم نباء نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقومي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكرت فأجمعوا أمركم شركاءكم ثم لا يكون أمركم عليكم همة ثم قضوا إلي ولا تنظرون فإن دوليتم فما سألتكم من أجل إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين فكلبوه فنجيناه ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائفا وأورقنا الذين كلبوا بآياتنا فانظر كيف كان عقبة المنذرين ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نضبع على قلوب المعددين ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبين قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض وما نحن لكما بمؤمنين وقال فرعون أتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحر قال لهم موسى ألقوا ما أنتم مرقون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبضله إن الله لا يصلح وعمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كني المجرمون فما آمن لموسى إلا ذلية من قومه على خوف من فرعون وملأهم أن يفتنهم وإن فرعون العالم في الأرض وإنه لمن المسرفين وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجينا برحمتك من القوم الكافرين وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين وقال موسى ربنا آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا ضمس على أموالهم واشدود على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم قال قد أجيبت داعوتكما فاستقيما ولا تتبعاني سبيل الذين لا يعلمون وجوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوى حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين الآن قد عشيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدلك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الضيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءت الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عذاب الهون بما كانوا يكسب لما آمنوا كشفنا عليهم لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي بما كان فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عذاب الخزي بما كانوا يعملون عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين ولو شاء ربك لآمن ما في الأرض كلهم جميعا فأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس عن الذين لا يعقلون قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وماتوا للآيات والنظر عنهم لا يؤمنون فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين أخلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حق علينا ننجي المؤمنين قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقيم واجهك للدين حنيفة ولا تكونن من المشركين ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يبضلك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كشف له إلا هو وإن يريدك بخير فلا رد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهددا فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل واتبع ما يحى إليك واصبر حتى يقم الله وهو خير الحاكمين ترجمة نانسي قنقر